انا راح اضمن لك انك لو اتبعت هذا الطريق اللي راح نذكرها بهذا الفيديو في شهر رمضان المبارك راح تلاحظ بشكل كبير انخفاض في قياسات محيط الخسر وتحسن كبير بالتخلص من مشكلة الكرش ايضا بالتخلص من اعراض مزمنة كنت تعاني منها مثل اعراض القلون العصبي ظهور حب الشباب ايضا راح تلاحظ بزيادة النشاط في شهر رمضان في نهار رمضان ايضا في ساعات الليل فنشوف الفيديو للنهاية عشان نعرف الموضوع بشكل كامل لازم نعرف انه في ساعات الصيام في شهر رمضان الجسم وقتها راح يستخدم نوع مختلف من الطاقة بدل السكريات ففي ساعات النهار الجسم راح يفضل اكثر على انه يستخدم الدهون والكيتونات كمظهر للطاقة بدل السكريات فهذه فرصة جدا عظيمة انه في ساعات الصيام الجسم راح يستخدم الدهون المتكدسة والمخزنة في منطقة البطن كطاقة وهذا الشي راح يساعدنا بالتخلص من هذه المشكلة لهذا سبب تعتبر الصيام والغياب عن تناول الوجبات من افضل الادوات الفعالة اللي تساعدنا بالتخلص من الدهون البطن او الدهون الحشوية طب ليش اغلب الاشخاص ما يلاحظوا انقفاض بقياسات محيط الخسر اثناء شهر رمضان لانه للأسف اغلب الاشخاص في شهر رمضان انه يكسر الصيام ويصدم الجسم بتناول اكلات سكرية وبشكل مبالغ فيه لازم نعرف انه في الساعات الاخيرة من الصيام الجسم وقته راح يكون حساس اكثر لاستقبال المغذيات فاذا صادمنا الجسم بتناول سكريات عالية ونشويات معالجة مثل الطحين الابيض او المعجنات او المشروبات السكرية بكذا راح ترتفع مستويات السكر بشكل عالي وبشكل مفاجئ ايضا راح ترتفع مستويات الانسولين وهذا الشيء راح يمنعنا من التخلص من الدهون المتراكمة داخل الجسم او ممكن تزيد من تطورها وكيد طبعا هذا الشيء متوقع لانه كل ما زادت ساعات الصيام كل ما زادت الشهية والرغبة لتناول الاكلات الغير صحية بالذات الاكلات السكرية طب ايش الحال عشان نتخلص من الدهون المتواجدة في منطقة البطن في شهر رمضان الحال سهل جدا وهي بكل اختصار انك حاول انك ما تصضم الجسم عند كسر الصيام احنا ذكرنا في بداية الفيديو انه في نهار رمضان الجسم وقته راح يفضل على انه يستخدم الدهون كمصدر للطاقة حتى الدهون المتراكمة داخل الجسم فاللعنة نسويه انه نمدد هذه الخاصية ونكون قادرين على انه نستخدم الدهون كمصدر للطاقة حتى في ساعات المساء والطريقة بكل اختصار عشان نمدد هذه الخاصية انه نقلل من كمية النشويات والسكريات قدر الامكان كل ما قللنا من كمية النشويات والسكريات كل ما سمحنا وكل ما ساحلنا للجسم على انه يستخدم الدهون كمصدر للطاقة فاذا استبعدت الوجبات النشوية والاكلات النشوية عند كسر الصيام في وجبة الافطار في شهر رمضان بكذا رح نمدد من عملية حرق الدهون بعد كسر الصيام وفي الفترة المسائية مثل ايش هذه النشويات؟ النشويات المعروفة اللي معتدين على انه نتناولها في شهر رمضان مثل المعجنات بالذات المعجنات المقلية هذه الانواع من الاغذية هي اساس البلع وهي اللي رح تمنعنا من التخلص من الدهون في منطقة البطن او ما تسمى الكنش مثل السموسة اللقيمات القطايف او اي طحين تم قليه بزيت واكيد طبعا المشروبات السكرية اللي معتدين من التناولها في شهر رمضان عند كسر الصيام والمعجنات بشكل عام او اي غذاء او اكلة مصنوعة من الطحين الابيض وعشان نشرح الموضوع اكثر فرعنا نتاج الى الصبورة ممكن رح يكون النظام غير مألوف بس النتاج رح تكون مرضية ورح تدعي لي لنفرض مثلا انه وجبة الافطار رح يكون موعدة الساعة السابعة مساء ففي هذا الوجبة رح نتفق على انه رح نمتنع عن تناول النشويات والسكريات مثل ايش مثل المعجنات بالذات المعجنات المقلية مثل مذاكرنا السنبوسة اللقيمات ايضا الطحين او اي اكلة مصنوعة من الطحين الابيض ايضا رح نمتنع عن المشروبات السكرية ورح نستبدلها بمشروبات صحية طب ايش رح ناكل في وجبة الافطار رح ناكل مثلا شربة اللحم او شربة الدجاج مع الخضار وبجانبها مثلا طبق من السلطة مع اضافة زيت الزيتون ايضا ممكن اضافة مع السلطة وزيت الزيتون ملعقتين اثاث ملعاق من الحمص فهذا رح تكون وجبة متكاملة عند كسر الصيام في وجبة الافطار ولا تقول انك ما رح تشبع من هذه الوجبة الشخص لما يقلل من كمية النشويات ويتناول في الوجبة مصدر من البروتينات ايضا مصدر من الدهون الطبيعية مع الالياف بكذا رح تساعد على رفع من هرمون الشبع وخفض من مستويات هرمون الجوع لانه اذا كانت الوجبة تحتوي على البروتين تحتوي على الدهون الطبيعية تحتوي على الالياف وفي نفس الوقت مخفضة النشويات بكذا رح تكون وجبة جدا مناسبة تساعدنا على الحد من الشعور بالجوع وبالنسبة للمشروبات الصحية ممكن تحضير مشروبات صحية خالية من السكر المضاف مثلا ممكن تناول عصير الليمون مع اضافة محلي طبيعي بدل السكر مثل محلي ستيفيا او رثرتول او المانك فروت وممكن تناول وجبة خفيفة بين موعد الافطار وموعد السحور مثلا الساعة العاشرة مساء ممكن تناول مصدر من البروتينات مثل البيض وتناول معها الخبز الصحي المصنوع مثلا من الحمص او العدس او الدخن وممكن تناولها مع البيض او ممكن تناول فاكهة تفضلها مثل التفاح او البرتقال اما بالنسبة لوجبة السحور فنحاول قدر الامكان في هذه الوجبة ان نمد الجسم بالمغذيات اللي تساعدنا على الحد من الشعور بالجوع في ساعات رمضان ايضا من الحد من الشعور بالعطش في ساعات رمضان فالافضل تناول وجبة الفطور اكيد طبعا مصدر للبروتين اكيد طبعا هذه المغذيات اساسية يجب انها تكون متواجدة في كل وجبة مثل الدجاج واللحم والسمك والبيض مع اضافة الدهون وانها تكون عالية بالدهون وتفضل انها تكون دهون مشبعة مثل السمنة والزبدة الحيوانية فمع استهلاك الدهون في وجبة السحور بكذا رح نساعد من الحد من الشعور بالجوع في ساعات ونهار رمضان فيحرص على اضافة الدهون الطبيعية في وجبة السحور مثل زيت الزيتون زيت جوز الهند السمنة والزبدة الحيوانية ايضا احرص على تناول الاغذية العالية بالبوتاسيوم هذا الشيء رح يساعدنا للحد من الشعور بالعطش مثل ايش هذه الاكلات العالية بالبوتاسيوم والمناسبة في وجبة السحور مثل الافوكادو ايضا الزبادي فتناول الافوكادو مع الزبادي رح تكون فكرة جدا ذكية ممكن تناولها في اخر وجبة اللي هي وجبة السحور وهي تعتبر بطيئة الامتصاص وتساعدنا على الشعور بالشبع في ساعات رمضان ايضا عالية بالبوتاسيوم اللي رح تساعدنا على الحد من الشعور بالعطش واذا كنت مصمم علي انك تتناول مصدر من النشويات مثلا مثل الارز بعدي جدا ممكن تناول ثمانية ملاعق من الارز المطبوخ في وجبة السحور ولكن لأفضل نتيجة للتخلص من دهون البطن يفضل انك تلغي النشويات حتى في وجبة السحور فبهذه الطريقة لو طبقتها في شهر رمضان انا رح اضمن لك انك رح تشاهد نتائج جدا مرضية بالذات اذا دمشتها مع زيادة النشاط عن طريق مثلا التزام بعادة المشي ورح تلاحظ انه هناك زيادة النشاط في ساعات النهار وما رح تلاحظ الخمول المعتاد اللي نواجهه في ساعات الليل بالذات بعد وجبة الافطار بس من الافضل انك تعود الجسم من الان على خفض من كمية النشويات حتى ما يوصل شهر رمضان اللي يكون الجسم مستعد ومتكيف على هذا الطريق اللي تساعد على التخلص من دهون الكريش او دهون البطن فمثلا عند تحضير الوجبات من الان حتى قدوم شهر رمضان حاول تحضير الوجبات بطريقة صحية عن طريق اضافة البروتينات مثل الدجاج واللحم والسمك والبيض بمقدار كف اليد مع اضافة دهون طبيعية صحية مثل زيت الزيتون ملعقة في هذه الوجبة مع اضافة مصدر من الخضار الجانبي مثل طبق من السلطة وبالنسبة للنشويات فاختار في هذه الفترة نشويات صحية مثل الفواكه بكافة انواعها ايضا ممكن تناول الحمص العدس البازيلا الفاصولية الفول في هذه الوجبات فحاول تحضير هذه الوجبات بهذه الطريقة حتى قدوم شهر رمضان بكذا رح يكون الجسم مستعد على هذه الطريقة اللي ذكرناها بهذا الفيديو ورح تتخلص من العراض المزعجة في اول ايام شهر رمضان مثل انخفاض النشاط وتعكر المزعج بكذا نكون التاني من هذا الفيديو وحب اذكركم انه بإن كانت تكون عضو شرف لهذه القناة والاستفادة من مميزات اضافية مثل الاولوية بالرد على التعليقات والانضمام للقروب المميز ايضا المتابعة الخاصة ولتفاصيل اكثر ممكن الضغط على الرابط الموجودة بصندوق الوصف ويعطيكم الفعافية